الله اكبر اخبركم يا شباب معكم محمد جمال من قاتل عميدو حلقة جديدة في جي تي اي فايف الحلقة اللي فاتحت دينا الهمر الجامعة ده الخمسين مليار حاجة واستنيت اقتراحتكم طبعا من طولك يا شباب من يضيف العربية دي خلالها العربية الاساسية بتاعت مايكل ولا وبالاضافة كتير منكم قال تمام ما فيش اي مشاكل ولكن يا جماعة بعد ما خلتها العربية الاساسية بتاعت مايكل اكتشفت ان هي اخدت خاصية عارف يعني ايه خاصية يعني العربية بتمشي كأنها عربية ملاكي مش كأنها الوحشة انت شايفها قدامك بمعنى ايه عم يميدو بص يا سيدة لما اجا اطحن العربية دي هنا شوف انا اللي بيحصل ايه يا نهر ابيض العربية بتاع دي كنت حس فيها حاجات غريبة بتحصل وزيد كمان نزام التعليق فيها صعب شوية يعني فما عارف شو بص 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 انت نزام انت اللي زينا لا يا اله الا الله فانا بقى فكرت في الموضوع التاني قلت طيب ما ممكن مسلا نخلي العربية دي العربية التانية بتاعت مايكل اللي هي عربية ابنه او بنته اللي بمشي بيها تبع ما نكون على طول عندنا في البيت وممكن برضو نجيب العربية الاود الاصلية بناء على اكتراح برضو فيه منكم عم يميدو هات النسخة الاصلية من الاود اللي عندك بالزبط وخلاص كده هتوب مية مية وفيه برضو اكتراح تالت ان انا ازبط بتاعها بس بصراحة الهندل جداع ده اللي بقى للدنيا مش لايب للنزيرة فان شاء الله لو لقيته فاعتبر ان ما قلتش اي حاجة من الكلام اللي فات ده تاني حاجة حبيت اشكركم على الدعم اللي بيجي عاشي ابطال وانا بيكم مستمر وبحالة النهار ده ان شاء الله عايزين نعدل موتسيكلي من الموتسيكليات اليامية تقريبا او حاجة زي كده لاني بصراحة ما لقيتش موتسيكليات احسن منها بصراحة يعني كنت عايز اعدل موتسيكلي لقيت لا يسطح فيه اي تعديل فقط ان انت تغير لونه حتى لونه ما بتغيرش لان العربية اصلا كلها كروم فبسم الله الرحمن الرحيم يا نهار بالدقيقة يا جماعة النط الحلوة دي والله العربية حلوة نطتها والله انا عزبا عجباني طب والله مشيت حلوة يلت الليل اجي مدن ده وبعد انا عندي سؤال بس انا حاسي صراحة ان العربية عايمة لا مش عايمة صحيح كمان في منكم قلع ميدو اديلها اللون الاسود وازبط لها كفرات بتاعتها فأنا بصراحة ادت لها اللون ده فقوليه ريكو بقى في الالوان حاجة جامدة من الاخر تاني حاجة يا جماعة ان شاء الله حلقة كده انا هنزلها ودي يا جماعة هتبقى اه بعيدة عن سلسلة التعديل شوية بصراحة يعني فحبيت كده ان انا اجرب منها فيديو لو عجبكم ان شاء الله هنعمل منها سلسلة جامدة وهتبقى سلسلة مسلا مكونة من خمس حلقات اربع حلقات بعد كده اقافها شوية بعد كده امتدأ في موسم جديد وهكذا لحد ما ان شاء الله نخلصها كلها ربنا سهل ان شاء الله ايه يعني كنت محتاج دعمكم امتى هتنزل صراحة لسه معرفش ممكن تبقى خلال الاسبوع الجاي فبصراحة لسه معرفش بصراحة بحاول اجهز كده للفكرة وان شاء الله لو زبطت ربنا هيسهلة معانا ان شاء الله انا عندي سؤال برضو هنا هل العربي دي تقدر تطلع فوق اي عربية? اصلا انا حسنا اه والله بتطلع. يا نهار ابيض ده ايه ده? الهمر ده بقى اجامد يا جماعة وما زالت المعالاة شوف يا جماعة مايكل من صغر ايده يا نهار ابيض ماسك الدريكسيون طبعا ما شو من صغر ايده من كبر ايد الدريكسيون نفسه. طيب دلوقتي ما احنا متوجهين الى معرض الموتسيكلات عشان نسرق من عنده الموتسيكل ده او نشتريه يعني عشان في حد فيه قبل كده كان كتاب لي ايه عميميد وهو كله سرقة سرقة يا سرقة ما فيش مرة تشتري يا الهر ابيض ما هيدي المتعم علم ان انت تروح تسرق كده البتاع وتعدله وتحس كده بمتعم مش طبيعية. المهم الموتسيكل النهاردة ان شاء الله احنا عدلنا منه نسخ قبل كده بس مش نفس النسخ. اللي اني النسخ دي هتوب اصغر وارفع فهم انت زي فعلا بصراحة عندي فضول كده ان انا هشوف هل الموتسيكل ده هيعمل كوارث خاصتها لما اركب له اكبر متور هتشوفه في اللعبة كلها. طبعا ناحية السي سي بتاعها والدنيا دي كلها. ايوه. شوف يا جماعة رصة الموتسيكلات اللي هنا. اه ده فيه هنا اصلا اجتماع لعصابة ركبي الدرجات هنا. فزي ما انتم شايفين كلهم سابين متسيكلات بتاعتهم. بس انا بصراحة ما اعرفش هل الموتسيكل اللي احنا عايزينه موجود وسط مالا. شوف يا جماعة الموتسيكلات عاملة ازاي? او الموتسيكل ده جماعة احنا عدلنا قبل كده. وده اللي تحط في ضهر جيب رانجل. وزي ما انتم شايفين هنا برضو عندك شوية هنا متسيكلات من ضمنهم متسيكلة بتالية كوشيات برضو عزيني. بنعدله ان شاء الله لقيمة جاة ربنا يا سهل. والموتسيكل ده يا جماعة من اجمل الموتسيكلات اللي ممكن تلعب بها في الاولاين او اللي هو الموتسيكل ده. ده يا جماعة بنوت نط اكسم بالله فوق عربية. فوق مش عارف ايه بتاع. ان شاء الله حلقة التعديله هتبقى خروفية جدا فاستنوها لان الحلقة دي هتبقى جمدة جدا جدا جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. لا الموتسيكل ده ماليوش ايه اللي ايه هو ده يا جماعة الموتسيكل اللي انا عايزه. بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي الله اكبر. شوف يا بيشا الوحش عامل ازاي يا ليل تلليل يمليل. في حد موجود لأ. طيب سانية واحدة بس نحاول يعمل حج سيبه عربية هنا. صحيح يا جماعة ايه رايكو بقى في البلطلون الجديد والكوتش. رواقت على الراجل يا جماعة. رجعتوا الشباب تسعين سنة الورى. واحلى حاجة فيهم هنا ان هما بيشبهوا لك المفاتيح في البتاع عشان برده ترايح دماغه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليك الدوسة بتاعته سريعة يا جماعة. لما دوس. المنسيكل اصلا جايز مش بحتاج تعديل يا نهارة. بس يبتوا عارفين طبعا لو هو اصلا بجيب ربعمية فانا هعوز يجيب اتمنمية يعني وبصراحة فرصة حلوة جدا أن انا بجربه هنا على الشاط لأن بصراحة بنفسها عملي puisونط هنا ما بسم الله وبص يا يا جماعة بين الحصان زي ابن الله زينا يا نهارة بتتوقع يا جماعة هنطل الناحية التانية والله حاس ان اهليف عني النفسي شأة يا مختلفة لا 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 став اتى التواقir الشاح البتاعته على اليمين ده بسم الله ما شاء الله يا عم هذا هيجيب التلطوب يا مرتاح. الله الله اقبر الله هو اقبر ايه ايه هتسبت على الرصيف لازم تقع على جنب الماء يا نهر ابيض يا جماعة ده من نوع من المتسيكلات اللي هو بفضل عامل حسان على طول على فكرة جماعة المتسيكلات دي بعشقها جدا لان دي اصلا بتنجدك في السرعات العالية او لو انت بسلا حبيت ايه ايه الخبطات لنا يا جماعة احس ان انا اتخبطت كتير فهمت انت ازاي وبص يا باشا الاكشن ده يا نهر ابيض لا يا جماعة المتسيكل ده لازم يتعدل تعديلها حلوة عشان نعرف ايه نعمل بيه بحلوانات ولفات في الهواء وبسم الله الرحمن الرحيم بص يا باشا الاكشن والله يا جماعة حس ان انا اكلت ضرب اكتر من سويته بزا ما انتم شايفين بسم الله الله وما صلى عنها ممكن تجيب يا باشا من ايه يا نهر ابيض يا جدا انا عجب بدان نط يا مدير لا والله يا جماعة المتسيكل رهيب ده ايه ده ده ايه ده تخال وهو مش معدل والعزم بتاعه يعتبر ان هو عمام مش قوي واحد يقول لي عماميديو ازاي يعني انت مش شايف المتسيكل بيجر ازاي يا عم عادي على فكرة جانيته عادية جدا ايه ده شكل كده بحضرتش امليكات اعداليات ولا يبص يا معلم يا له عن نطة الجامدة ايوة 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 فارمل بقف وش العربية انا 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 عارف حظي والله انا عارف حظي دي حس يا اخي والله لعب ال جي تي دي مستقصدات وبسم الله ايوة باشا ماليين تفكر يا معلم دلوقتي بقى خلوها نتوجه الى اي ميكانيكي يعني المعلم بني التاني مش هتفرق بس انا بصراحة حاب ان انا ادخل عند الميكانيكي العادي لان المعلم بني برضو عمل معايا كده مشكلة بسيطة جدا فانا بصراحة ازعلان منه شويتين كده فبرضو عايز ايه عقبه كده وبص يا باشا النطة عاملة ازاي يا نهار ابد ايه النطة دي امعلم انا بصراحة نفسي اعمل هنا كان في حد فيكو برضو طلب مني ان احنا نعدل عجلة او انا عدل العجلة فان شاء الله ربني سهل بس انت كتب لي عايزنا نعدل ايه عجلة كهرباء والعجلة العادية ولا ايه بالزبط يعني كتب لي تحت في التعليقات كده بس عشان اكون عارف بسم الله الرحمن الرحيم بس يا جماعة الكويتشيت بتاعته دي برضو حاسسها هي حلوة الجنزية بصراحة شكله شيء وكده بس بزراح حاسسها ضعيفة فهنضطر برضو ان احنا نغير البتاع دي عشان برضو نقدر نشكلها براحتنا وبصراحة للموتسكل بسم الله ما شاء الله عليه جامد بس انا بصراحة بفكر اديله اسود فازرة عشان نيوب اشكله اجمد بكتير السلامة عليك راحط الله بركاته اساك معالم اخبارك ايه بقول لك يا سلح احنا عزلني روء على الموتسكل الجابلي ده اروأ تأرويق ده ايه دعم بيضو اول حاجة نعمل له اصلاح بعد ان كان عزل ارمى على حاجة بالنسبة زي ما انتم شايفين بوز 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 كده تحول لموتسكل سفاري زي ما انتم شايفين شنط وبتاع الدنيا دي وبصراحة عاجبني بس انا بصراحة كان نفسي يعني ايه يعني احط الكشافات الامامية من غير الشنط اللي ورا دي لان بصراحة حاسيسة كده تبخانة الموتسكل نفسه فاقول لك الحاجة يسيبه زي ما هو عمل حاجة عشان يبقى خفيف يمشي معنا الفرامولات طبعا لازم نعزز على حاجة وبالنسبة الاكسطام الامامي ده بغير لك يا جماعة المساعدين اولا بصراحة مش هغيره لان طبعا هيبقى شكلها جامد او في التلوين هنحزز على حاجة وبالنسبة للازاز الامامي او نفسه برضو هنديه نفس اللون برضو علشان لو حبينا مسلا نلاوين او حاجة زي كده الكلاكس بتاعه الكلاكس الطبيعي فهزيبه زي ما هو مش هغيره وبالنسبة بتاعه اللايت ده فهنحاوله ده لا يا باش هنسيبه على اللايت زي ما هو بالنسبة للون زي ما انتم شايفين اللون الاحمر ده عليه جامد يا جدعان والله العزيم راي بس طبعا زي ما انتم شايفين ما فيش هنا اي تلوينة تانية فانا اقول لك انت هلتفت حاجة نظيفة لما نطلع دلوقتي هنبدأ نلون الموتسيكة تلوينة تانية او لو كنا عند المعلم بيني عادة نقدر نلونه بس هنعرف نختار اللي احنا عايزينه. بالنسبة للغيرات هنخليه على اقل حاجة وهنركب له طبعا واخيرا الكويتشات. بصوا بقى الكويتشات صراحة شكلها وكل حاجة بس مشكلتها زي ما انتم عارفين الجنزل مش هستحمل الخبطات اللي هتنزل عليها. فهنضطر ان احنا نحط له كده كويتشات رايقة شوية وليكن مسلا الكويتشات اللي زي دي. صراحة شكلها جامعة بوضلعة كده وشكلها رهيب بص يا بيش شف الشكل عامل ازاي? ومش بس كده هندي لها برضو نفس لون الموتسيكة بالزب. ده الاحمر وبصراحة الاحمر يا جماعة شكله رهيب. صراحة انا اختاره. وطبعا هنقلل الكفارات بالشكل ده بص شف يا بيش الشكل عامل ازاي? وطبعا هنخلي الكفارات باللون الاسود. وكده اقدر اقول لك ان احنا شبه انتهينا من تعديل الموتسيكة بشكل شبه كامل. الا حاجة بصاصيتها جدا وهو اللون طبعا. بس انا بصراحة بفكر صراحة ان انا سيب لونه زي ما هو. لاني بصراحة حسس كده ان الشكل بتاعه كويس ورهيب ومن الناس ومحترم. افرق كده يا موديد. يا لا هو يا جدا. انا شوف شو بيعمل حصول ازاي? بقى شديد خلي بالك. اه جماعة يعني انا قاعد اختار دلوقتي في الالوان زي كده فلقيت ان اللون ده شكله جمد عليه. فانا اختاره له. لا والله يا جماعة اللون صراحة ريئ عليه. بسم الله باشا الله شايف الشكل عامل ازاي? ينهر ابي ده جدا على الربعان. بص يا بشا. عايزك تملع عينيك كده يا بشا من شكل بتاع. بص بص. العنخوزة يا عم. ايه العنخوزة يا با? خلانا اتفرج. لا الا الله. شايف بيش الشكل عامل ازاي? هتبصوا الداخلية بتاعته عاملة ازاي? يا لهو يا جداعم. بس انا عندي سؤال بس هو ايه حرف الايه ولا حرف الايه والا حرف المحطوط عند العداد تحت ده? بصراحة معرفش يعني. لأ وزاد كمان فيه فتحات تهوية. دلوقتي التعدادات اللي احنا عملناها عن الموتسيكلي ده. اللون طبعا والكاوتشات ويه الماتور يا جماعة وده اهم حاجة. لو تلاحظوا ان سرعة الماتور زيدة شوية. المهم دلوقتي بقى حالة اللحزة لها نجرب فيها الوحش القصر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني اللزينة. ايه اولاد في ايه اولا? انتو طلعوا فوش ليه يا ابني انت هو يا ابني. شو من ولا? ولا? اخدت علينا يا لا. والله لا فجرك. تعال يا اللي ما عندكش دم. يا ستر شافني يا ستر بانش بسرعة. انت جيت حاولة زبطنا اصدها انت اصدها انت اللي ما عندكش دم. اه الشرطة قتلنا بقى لايه اله الا الله. يا ابني ده ده واحد يعني مقالوش لازمة يعني فحاولي يزنق عليك انا هيبوتني. لا الشرطة اجماعة ما بتسمحش معرفش ليه يعني مالهم اليومين دول. مهم زي انتو شافين بسم الله الله اكبر عنات يا مدير. اجري يا ستر. دوس يا مدير بقى اكثر سرعة ممكنة. بس على. وبسم الله الرحمن الرحيم بص يا بانشوف انت عاملة ازي يا سلام. ازبط بقى لفسك عالطاني يا مدير. طب والله العظيم جامد. والله العظيم انك موتسكلي كافة اه انا تخرمت يعني بس موتسكلي صراحي. شوف اللي لا. شوف اللي ما عندوش دم يا لأ. والله اللي لانا يا لأ. طه حلوة انا كنت رجعت افجرتك دلوقتي. بص يا مدير شايف ش 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 اوسع على انت هو لا. يال هربت يا جماعة الانطلاقة هاتك من جواستها? يما اروح بيها جدعي. لا لا خليها ببرة احسن. اما اخزها رجالة. ايه الله يا عم انت هو يا عم من هنا. ما تعد زاعة فينا انت هو. يلا لا النطا بتاعت المفضلة. يا ما نطاش كويس بس انا حس ان انا نط من فوق الطبقة دي. الله اكبر. الله اكبر ايوها. زبط بقى عن نطا التانية داعش برضو نط من عندها. يا السلام عليك يا عميمين وعنطتك الجامدة جدا 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 جدا. بص يا مدير شوف شوف النازلة دي. يا سلم. اواطع النزول يا باشا. ما انت مفكري. خليها بالمرة يا جماعة نجرب نط تريفل دي. وبالمرة جماعة الطريقة دي خلي بالك تحسوا سالك نوعا ما كده. بصوا بصوا في السرعة. ادخلين يا جماعة الخمسمية والله يعزين تخليها على خمسمية. الخالبة بسرعة خمسمية. لك انت تخيل. شوف فقا لو احنا اصلا حطنا الكفرات القديمة كان زمان دلوقتي البتعود بتعودها متطبقين. اما شوف يا باشا الكفرات الصب عامل ازاي? ما ليه يا باشا طبعا قبل وقت كده واحد قال يعني عم يميته خلي بالك ان الكوتشات لمصبوبة صب نفس الكفرات دي بالزبط احسن بكتير من الكوتشات اللي هي السلوك. على مهلك يا مدير على مهلك يسطع عشان المنسيك لسه عايزينه في شغل كتير جدا 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 جدا. بس والله يجبع لقول لاحمر هيخل منه حتة او الله العظيم. مهم بقى خلاني رجع تاني بسم الله الرحمن مرحب بشوة شو التلاكة بتاعته عامل الزبن اللزينة. يا نهار قبض. هو انا يا جماعة متهائلة انا كنت راجع ورجعتي تاني ولوات ازيس ما انقلوش رأبوت ذات. وبعد انا طرت البسافة دي كلها لدرجة ان بيت ريفول بقى بعدي عني. ايه ده? يا معلم في ايه يا غالي. اه مو اخذها للجالة بس بعد زنوكو. هو فين دخلت ريفول بعد زنك حاج بس كسيزمي. مثلا ادخل من هنا. بقول لك ما فيه نطة هنا صغيرة. نفسي افهم يا جماعة. العب في النطة دي. انا مش عايزنا نططها ابن اللزينة. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. خش كده يا مدير. ونط يا بشها سرعة ربع. لا انا كده يا ستا ما نططتش على البحيرة ولكن زي ما انتم شايفين المتحة يلاوي. يا نهار ابيض على المتحة يا جدعان. والله بص يا جبار احنا وصلنا اصلا للخط السريع في ثانية لثانية. يا ستا مش عايز تكمل جبيلك يا ستا وتكمل يا ستا ينفع كده يا ستا. طب سواني بس يا رجالة عايز اطلع من هنا. بس كده. يلا يا رجالة بسم الله الرحمن الرحيم. شوفتوا يا جبار نطة. والله اللي عزيم تحس النطة اوفر. النطة دي هندي يا جدعان. يا نهار ابيض يا جبار. ده بص بص جابة. دير عاملة زيالة. يا جدعان. لا والطيارة طبعا جايبة والنفسها وجايلة. ايه يا ستا انت فين يا ستا. يلا يا طيارة يا رخمة. والله ده انت ارخم طيارة في الدنيا. ما عامش جابينك ليه دوي. يلا معلم اطلع معلم. اطلع معلم لا تخزي لنا يا زلمة. بسم الله ما شاء الله. لو الله يا جماعة طلع عادي يعني. عارفين بقى انا هدف الصراحة ان انا اطلع اعلى جبل في اللعبة ده. خلاني شوف هل الموتسيكلة هطلعه في قدية. في دي افدقتين تلاتة عشرة. اقتين يتوقعها تحت في التعليقات الموتسيكل ده هطلع الجبل في الدين. خلاني نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. تراصل ازا بتو شايفيني النطر بتاعته عاملة ازاي? بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. ايوة يا باش على الاكشن. ايوة يا مدير. اه انتوا بقى مدفعاتوا كده. طب خد انت هو بقى. خد انت هو عشانا مش عايزة اضرب على. وهذه الكرة دي اهدية مني لي. يلا نزل يا بيت. ما نزلتش لي الكرة دي. لا اله الى الله. تخيل بقى نفسك مزارع وقاعد في امان الله. وتلاقي مرة واحدة متسيكل هتعمل ايه? هتقول لك ما هذا? ايه 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 يا مايكل? المتسيكل والله ما حصل له حاجة. يا لهوة عليك وعاستنين اكل بيضاء يا مايكل. بعدين يا جماعة هو ليه كله وقعدين يضربوا في الراس كده ولد اللزينة. نام يا لأ. وهذه الطيارة كنته فرحين استعنا بس. هواني ما جبتش تعالي. من زمان ما استعملتش المني جان. معلم. وهذه الطيارة تعالى اهم حاجة موت السواق. السواق لو مات خلاص كده الطيارة انتهت. بس كده سيدوا ده المطلوب اثباته. يا نهار ابي. يا ابني ما تحرمتش. هو طيار دي جماعة ما نفجرتش ليه. ده ايه ده? ده حاجة غريبة جدا نكسم بالله. حلم والله العظيم ان انا قتل الطيارة لا طيارته نزلت كده من غير ما تنفجر. يا الواحد ياخدها وطير. يا سام بقى لو في الاولايم ببال موضوع جامد جدا جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. روح يا مدير. بص يا باشو انت عابل حصان. طبعا طول ما انت عابل حصان باش يطعف تحاوض لعيمين باش. ماذا هذا؟ شوفت يا جماعة التشتف اللي احنا عملنا دلوقتي. يا نهار ابي دوت ازيز جمدان. بسم الله توكلنا عليك يا رب. اذا يا جماعة اول مرة في حياتي شوفوا الطريق ده ستدقوا. يا نهار ربا يا جماعة الجمدان. بص بص شوفوا 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 يطالع ازاي. يا لهوة يا جدعان على الاكشن والحوار. انتوا اصلا بصوا ووراكوا وشوفوا ماذا هاولت طلع دلطيرة اصلا بتحاول تطلع بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام. بصوا يا جماعة احنا عايزين بقى نحاول نمسك اصحب حتة للطريق ده وبيحس ان احنا نحاول نطلع منه يا قصد مش عايز اطلع من انا من على الطريق من هنا. عايز اطلع كده تخريم ايوة من حتة الجميلة اللي تحت زي الصخور والكلام ده كله شابك يا مدير بسم الله. ايوة كده بقى التحدي اشتغل يا معلم. هو ده التحدي المطلوب اثباته. مشكلته جماعة بقى لما يجي نط برجع الورا. فبالتالي انت بتلاقي نفسك رجعت مسافة كبيرة جدا. ويدوس يا مدير. بص بقى معلم شو شو شو. ولا تقول لي طيارة ولا تقول لي معرفش بص باش اصلا من جوة عامل ازاي. يا نهار ابي ده جماعة الدخلات بتاعتها مع طلعة الجبل بتحس الموضوع ايه خطير. انا ليه حس نفس ان انا وقعت. اه والله العظيم حسست نفس ان انا وقعت. بس زي ما انتم شايفين ماشي ازاي بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر اقولك ان احنا وصلنا بكل سهولة. يا سلام. بص بص شوف الفرق بينه وبين المتسيكلات التانية. يا باشا المتسيكل بتاعي اصلا نضيف اساسا. المهم دلوقتي بقى خلونا نجرب النطة وبعد كده ندخل عشان نشوف ايه اكسسورة على المتسيكل بتاعنا ده. يا سطا يا سطا. عايزة انط نطة زي الناس يا سطا لها حولها ولا قواتها الا بالله. يا عم الحجر عايزنا يا ابني. يقول لي ملكش دعوة يا سطا انا هوريك النطة على قصور. طب ورين يا معلم. يا جدعان شو شو النازلة عاملة زي. يا ابني اللازين انت عملتها زي دي يا الله. يا لهوي يا جدعان هو يفضل بقى نازل كده نفس النازلة دي لحد ما يوصل للطريقة تحتها هيبه الموضوع جامد. والله نزلوا عدة. يا ابني اللازينة. ده عمل بركور يا جماعة كمية بركوركس ملابش طبيعية. يا نهرب يدعى الجامدان. معلش ايه اللي جابك هنا انتو جيش يعني انتو القاعدة دي غير مخصصة ليكم. ما تجوش هنا تاني يا لأ انتو يا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم هلأ والله يا لو تبقى لقطك انا هتوب بجامدة دي. بص بص شو 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 عاملين ايه يا ابني اللازينة حلو اسطر خبطة دي انت قصتين بصراحة بس انا كنفسي بصراحة اعمل كده مطات اكشن في الهوة. يا ليل تليلي ملايل على الجامدان. خلي بقى نشوف سرعته كده على السكة الحديد والله يا جماعة سرعته على السكة. ده بص اصلا كانوا مش عالطريق بالزبط. بس هنا يا جماعة سابت على تلتمية وتمنتاشا على تلتمية وعشرين فبالتالي السرعة مش اقصى حاجة. ولكن في مطة هنا ريئة قوي. عروارا بص يا مدير. انت تخيل يا جماعة انان انا عايد بحاول على الطريق التحتي يا لهو. يا جماعة الجمادان. وات از اس ماان? اريو شو رقبات ذات. انا عايز اضيع الموليس ده استان 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 استان. وبعانا نطلع كده مرة واحدة. ايوه ما نخليش بس رادار اتراحة للقاطنة المتفضل يا صدا دوس ايوه كافو والله العظيم انكافو والله يا جماعة الموتسيكلي ينفع فيه المهام الصعبة. بص. عدينا بكل سهلة من الطيارة. ايييييي ده في وقت جايل هنا يا ابن اللازينة لقاطن بن اللازينة. والله اصلا انت ما فد تستحقك في مدلة التفجير من غير سبب. اه والله العزيز. جيلي يا ريخم يا لت جيلي يا لت جيلي ده التراج الريخي مكسم بالله. لا اله الا اللا. الواد جاي في وش شايف نفسه جامد يعني الولا. يا نا ما يعرفش جماعة سورة الموتسيكلي عاملة ازاي. ولكن كان فيه نطة هنا برضو رهيبة. ايوة. هي دي. هي دي. ايوة هو ده المطلوب ازباته. بص يا بايش شيف شيف اللي احترم. بلعمل بقى الله اكبر. والله يا جدعان غير متوقعة. شفت يا باشا النزلات عاملة ازاي. كمية نزلات هنا مش طبيعية. ممكن بعيزتك بقى. والله يا جماعة احلى حاجة في الموتسيكليات هنا في ان انت ممكن تقدر تنط من اي مكان لقنطات جمد. خلي بقى لك برضو مش نطات عادية. مع انا عايز اقول لك فيه ناس محترفين جدا في نطات الموتسيكلي ده بطريقة مهولة. لدرجة انا هو ممكن اعدي لك ملخر من ابر عادي جدا ما عندوش اي مانع. المهم زي ما انتوا شايفين برضو في انا نطة جامدة من جنب السجن. بص 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 يا مدير. يا ليلة الليل. عن نطة الريقة دي يا جدعان. يا نهار ابيض. ايوة ازل بقى مدير بالزبط كده. هو ده المطلوب ازباته. ده فكر يا معلم. ما ليه يا باشا? ده بص ده اكبر حاجة في التاريخ دي. انا اصلا وصلت للمدينة بتاعته بسرعة. يا نهار ابيض على الضحة. والله وصلنا بصوا. خلاص يعني كده نشكرين جدا لحضرتك يا فاندي. طبعا اول مرة في حياتكو في سلسل عم ميدل تشوف الليل بييجي دلوقت. العصرية والكلام الجامد. ده ليه انا حاس ان انا خبطت حاجة. اه والله يا نهار ابيض هو البتاعته هنا. يما انت هتمشي ازاي هنا ده. انت تخاف تمشي هنا لاب عربية. على مهلك حاجة. على مهلك حاجة يا رب بس ما نخبط في شجرة. ليه انا حاس ان انا خبطت في حاجات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشي شوف الناس اللي عاملة ازاي? ايه. ليه يسته? انت ليه يسته بتخبط يسته? هات كي من جهب عايزنا خلينا نشوف بقى الشكل وانت نام من جهب. لأ المدينة دي يا جماعة مستفزة الصراحة يعني. انتو. ولا 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 في ايه يا لأ انتو. اللي محدش يقدر عليكو يا لأ. والمشكلة ان هما بتطلعوا في وشه وبعين يجي يضربوا كراكسات. يلا يا عم من هنا بقى يا عم. يلا يا عم ما زقناش بقى يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم فيه نطة برضو هنا جمدة جدا. الله اكبر. طيب يسته باش عاف تطلع و تنزل يعني ما بين الجسور. بص يا باش دي حركات. ايوة نطة جمدة دي بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى هو ده طبيعي. معك اي موتسيكل لازم تضط بيه اي حتة. وهلت تتوقع ان انا هنزل فوق العمارة ولا? والله عملها. والله نزلت فوق العمارة. لا بتنبس الخوزة بقى بتنبس الخوزة يا رخم. يا نهربت بس الخوزة دي شكلها جامل. طب احسن مما فيش يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده? ايه يصي انت نطة دي كل ما شعفت نطة دي يا نهربت بقى خلان جرب برضو نطة المطار نشوفها ينطة ازاي. وفي برضو نطة هنا جمدة جدا 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 بس بس انا فاكر النطة دي قبل كده كنت بقى لعب انا وصاحب اونلاين واقعنا في الماية وراء يا لهوة من كتر السرعة اللي احنا كنا ماشيين بياه. المهم بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحالي يا رب. ايوة بس ثانية واحد بس كده يا رجالة. نزبط نفسنا بقى على النطة الهنا. ونطة يا مدير سرعة ما عزناك كده الموز. تسلم والله عزنا على الاهلة لفة الموز دي ما كنتش عرفه والله. المهم ايه الموتسيك لذهب الى اخر الدنيا والكاميرا لسه برضو مستنيها تصوره. لا حاولها الاقوات الا بالله. بسم الله. بسم الله. شو 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 شو. ايوة احنا باعزين نشوف يا جماعة النطة بيها بره المطار ده من غير ما نطلع من الباب. فعايزك تكتب لي توقعك في التعليقات. ايه النطة اللي ممكن تخليها من هنا او لو تعرف نطة برضو عرفها لي في التعليقات. انا بصراحة من الناس احنا لو مسلا حاولنا كده شوية دي احنا طلع هنا اصلا. والله كنا هنطلع دلوقتي. يا نهار قبض عبد عضيحك. تب بقول لك ايه برضو هنا نطة جامدة. ايه عكس لا 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 لا. بص الموتسيكلي دايس يعني اوه تقريبا يا جماعة الموتسيكلي شاف كل حاجة عنده نطات. يا لهو عليه. اووت. احنا جماعة مشينا على الحطة. والله انت ماخدتوش يا ملك وانحنا مشينا على الصور. استنوا كده خلان نجرب تاني. بسم الله. طب ازاي انا العالمية دي. يا الهي بهازا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا كتب عين شوف انه تبا اقدر امسك في المبنى وطلع? اطلع 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 اطلع. يا ابني اللازنى ليه ما طلعتش يا حبيبي ما انت مسكت في المبنى. لا اله الا الله بقى. المبنى العب من انه على لعيبك انت برضه ان عايد افهم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توقن عليك. شوف شوف ينهر قبضة صعبة. بسم الله. ما عرفش يا جماعة انا هنط من هنا ازاي بسرعة بسرعة حسيتها نطة كده جامدها. امسك كده في الحيطة اطلع بقى. اطلع يلا اطلع يا رخم. ما تطلع عليها ما انت تكونش. اووو بص يا جماعك. بحاول. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحالي يا رب بسم الله الله اكبر. يا نهر ابيض على الواقع بنت اللازينة. بعد ازا كده يا رئيس. الله. يا باش اشوف النطاتة عاملة ازاي? والله اكفزتت تحسينها في الوقت المصبوط. اشتركوا في الحلقة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اكتب لي ايه رأيك. او كامل الموتسيكل ده كم من عشرة تحت في التعليقات. يلا. اشتركوا في القناة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة. وفي امان الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة.